السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال يا شباب ورجنا لكم مقطع جديد مقطعنا اليوم ورح نتكلم عن شخصية المهاجم القرصان المتاع عنا في السوق الاسبوعي بسعر 2800 جول طبعا زي ما اتوا شايفين حاليا امامنا الشخصية بليفل 130 شايفين الشنطة تبعتها اللي هي صندوق وعليها كوب او مج فبهذا الشكل بتكون من يعني تكملة مهاجمين القراصنة وراح نشوف اللي هو هو الشغلة الموجودة فيها طبعا تكلمنا عنها بالاخبار وحكينا اللي هو راح تمتاز بالشكويف طبعا اذا كانت بالسابورت تيم راح يعطيك اللي هو بالشكويف خمس وخمسين بالمية دمج لكن اذا كانت اساسيا راح نفس الشي يكون عندك دمجها خمس وخمسين زائد انه لما تضرب الدمج يعني خمس وخمسين راح تزيد عليك كمان خمس وخمسين فبصير عندك مية وعشرة دمج يعني ضربة البوكس بتلحقها ببوكس ثاني فاكيد راح نورجيكم اياها فقبل ان نورجيكم تشكيلة الاشياء الموجودة عنا من روح على الكويست من روح على نيوز راح نشوف عنا موجود اللي هو البندل باس وعنا المهاجم جونسي والجونسي موجود معنا فالبندل باس يا شباب هاي يرد رجع لا تنسوا انكم تشتروه موجود معنا بسعر الف وستمية وثمانين اشتروه اذا حابين نزلكم عليه مقطع اكتبونا في الكومنتات عشان نزلكم عليه مقطع والشخصية موجودة ب الفين وثمانمية جولد تقدروا تشتروه فمنرجع على الكوماند ونروح على الهيرو ونفوت على الهيرو لود اوت ونشوف التشكيلة اللي موجودة معنا طبعا تكلمنا اول شي عن ميزات شخصية وايش بتنتاز الابلتي تبعها فمننزل على التيم بيرك راح يكون عندنا الهو الهبي هولو ديل بيقلل لاستخدام الابلتي زي ما تشايفين كولداون راح يعطينا الاربعين في المية بلزمها ثلاثة هيرو من ثلاث او نجمتين وفوق عشان يشتغل لازم ثلاثة هيرو فاكيد كلاتهم عندي ايهم انا 130 فمطبقوا الشروط فمنروح على السابورتيم سابورتيم عندنا الاول اللي هو راح يعطين للشكويف كولداون 24 بالمية السابورتي الثاني راح يعطين له هو للشكويف مساحة زيادة 37.5 بالمية عندنا هون الشكويف راح يعطين دروب 3 ثلاث بيضات راح ينزل لي والثلاث بيضات هاي راح تعطيني 54 بيس دامج وعندنا هون المهاجم الصيني الشكويف تبعته اللي هو لما يجي ينكسر الشلد تبعك راح يرجع لك الشلد على طول وراح تشوفه هذا الشي فبعتجر واحد فهم وانا اتكسير الحديد راح تجيك حبت الكيك وحبت الكيك راح تعطيني اللي هو الدمج انا راح اخذ منها الدمج 50% فراح تفيدني بالشكويف فبصير عندي 150 110 حكي انا يعني 160% دمج حيصير معاي بالشكويف فشي حلو حيكون معاي في الدمج فهي هي التشكيلة اللي راح افوت فيها واجربها فخلينا نفوت مهمة ونجرب الشخصية امامكم طبعا حبايبنا حاليا دخلنا المهمة واكيد حنجرب الشخصية طبعا البندل يعني بما انه نزل فمنحطه ومنقعد نجربه ولكن اذا بدكم مقطع خاص نزله عليه كتجربة لحاله خاصة فمنزل فحاليا موضوعنا لهو تجربة الشخصية الولف جونسي فطبعا زي ما تشايفين خاصية هي الشكويف اللي عنا فلما نيجي نضرب البوكس حيلحق بوكس وزا ما تشايفين البيضات الثلاثة رح يتدبلوا عندي ستة حيطلعوا وضربة الدمج اللي هي خمس وخمسين مية وعشرة زائد انه فلما نجيب كيك ونحط كيك معنا حيكون معنا كمان خمسين في المية دمج فيعني تشكيلة حلوة راح تكون نوعا ما لكن لا تنسوا اللي هو يعني هاي الاشياء بتزبط مثلا عمقابر صغيرة ما بزبط مثلا عموس مونيستر لهم اسماشر اشياء قوية كهيلث قوي يعني من المفضل همي على الزومبي الصغار فحاليا معانا اربع كيكات فننكسر شوي تحديد نجمع اللي هو هنا اربع كيكات الى الان مجمعين اوكي هجموا علينا الزومبي هاجوا الزومبي اربع كيكات يلا بليز 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 هيكا اختفوا الزومبي اللي حوالينا وظل اللي هو الدعبول طبعا الدعبول نعطيه بالبندل ومنشيله فمنروح على مجموعة ثانية طبعا انا ايش مكلتش حبت الكيك اللي هو اللي نزيد الدمج عندنا خمسين في المية فذول مجموعة صغيرة فأنا منوكل حبة كيك ومنعطيهم ضربة هون راحت عندنا هاي المجموعة فزا ما تشايفين اول ما نكسر الشلد عندي على طول ردة رجعتلي الشاك ويف هاي من المهاجم الصيني يعني موجودي معا اه منشيل ابوعين ويك بكون يعني نوعا ما زي ما شفتوها على المست منستر انا ما شفتها صراحة قوية ضعيفة جدا على المست منستر لكن على الزومبي العاديين شفتها قوية وحلوة يعني على الزومبي العادي قوية وكثير حلو لكن عصماشر على ابوعين يعني صراحة ما شفتها مؤثري كثير يعني بتنزل من هلثو بتنزل من كل شي لكن ما بتنزلها بالشكل القوي لكن اذا بدك مثلا تشيله بقوة يعني مثلا خلينا نشوف مثلا هون حبة كيك عنا ووريكراي وعنا اللي هو بوكس بوكس فزا ما تشايفين الى الان او هلثو كيف نزل للمست منستر يعني مع ووريكراي مع حبة كيك مع كلها القد يظل من هلثو وكمان يعني الباور اللي فايتينو ما عم نقدر نفوت باور ماكس لانو الشخصية صراحة ان انا شفتها ما بتصبط الباورات تعالي زي ما قلتلكم يعني كزوم بصغير ممكن زنزين مقابر تكون الشخصية معاكم حلوة وممتازة فلوان عنا مرضو مجموعة ثانية خلينا نجمحهم زي ما قلتلكم عم مجموعات عادية بتزبط عليها كثير هون شلناهم طبعا هون الشلد اول ما ينكسر مني ضربني بليز طبعا شايفين 6 ثواني رد رجعت عندي الخاصية باول ما ينكسر الشلد عندي قاعد بيرجع معاي اللي هو الشاك ويف معنا هون راح يقتلنا انا عارف ابو مسدس الله ياخذك ابو مسدس فاحنا عاسترين بنزحفلنا شوي هيكا منصحيحاننا ومنظننا الشاردين منروح نشوفنا اسماشر يعني ان شاء الله لنلاقينا اسماشر انشوف نورجيكم الدميج صرحان الله يا اخي محظوظ انا اليوم ولا شو اوكي خلينا نشيل الزومب العاديين طبعا عارفين كلاتكم ومبدأ البندل هي الطلقات اللي بتيجي فيه بصير عنا انفجار طبعا انا هون عندي الاسلاح فيزيكال يعني بستخدم هنا فيزيكال يعني وزي متشايفين فيزيكال ودمجه حلو انا انحشرت انا انخبزت انا انخبزت بس ننشيل ابو ثلاج الله لا يطور عمك اسماشر بس reaction ايه الاسماشر ايه الاسماشر ااؤها اه, ايه او terminology اه ب meille مرحبا اوه اه اوه انا انفجي اعطيهم اضربه اضربه الزومبي الصغار الحلو في الموضوع وقاعدين يطيروا معاي من ضربة واحد يعني ما بتغلبش معاهم كثير هيا هذا ردينا شلناه فهذا يش بدنا نعمله بدنا نعمله مع الاسماشر اللي هو بدنا سوبر مع كيكا ونشوف كم راح ينقص من هلثه فراح نوكل حبة كيك مع ووري كراي ونيجي نعطيه يعني شايفين يعني قلت زي ما قلت لكم دمج بيض حيكون على المستمونيسة يعني هو على الزومبي الصغار حيكون الدمج جدا حلو وممتاز يعني ما يعني جربت أنا قبل لأصور المقطع جربت على أكثر من مستمونيسة يعني دمجها عادي جدا يعني إذا اجت معك فرص ما حتكون هالاشي الكثير والقوي يعني شايفين الدمج شايفو أنا عادي جدا وكمان في بالسبورتيم تقدر نضيفه اللي هو المتيجة تعمل شكويب بيعطيك سرعة فشفت أنا كويسة يعني ممكن تشيلوا البيض وتزيدوا سرعتكم لكن انت معاك مطرقة فالمطرقة السرعة يعني حط عوضة فخلينا نشوف مثلا على المقبرة كيف راح يكون أداءها معنا الشكويب راح نشوف أداءها على المقبرة راح نحاول لهو نجمحهم نحاول أن نجمع أكبر عدد ممكن في مكان ونيجي نشيلهم مثلا واحد اثنين طبعا ظلوا لهم الدببة عبو كرش ظلوا متجمع عبو كرش نحاول حبين ما يرجع معانا اللي هو الشكويب طبعا بقدر أنا خليهم يكسروا درعي عشان ترود تفتح معاي فزي ما تشايفين إلى الآن ثلاثين واحد فبقدر اللي هو خليهم يتجمعوا علي يكسروا درعي أول ما كسر درعي على طول اللي هو رجع معانا شو اسمو؟ ضربة شكويب فأنا هيك قدرت أشيل المقبرة أو شيل السورمشست فالمست منستر بشوف أنه على الشكويب هيكون معاي ضعيف لكن هو أنا بقدر أأخرهم يعني بس إنه زي هون يجي الشحن علي بقدر أجي أشيله كل سوري كقدرت أشيل المقبرة بكل بساطة يعني اللي هو يعني زي ما قلت لكم مقابر زنزين الشخصية حلوة حتكون معاك لكن على الزومبي الهلث عالي خلييني أحكي الشخصية ما رح تشتغل معاك أنا بشوفها يعني كشخصية ما بتوقع إنه الكثير حيلعب فيها ممكن إنك تجربها أوكي يعني إحنا كمان التجارب بننزلها عشان تشوف الشخصية هل بتستاهل تطورها أو ما بتسهل تطورها فهاي هي التجربة أمامك جربنا لكيها على سماشر جربنا لكيها على الزومبي الصغار على الزومبي الناصحين شفتوا كيف هلثهم وجربنا لكم يعني على الرينج متوسط يعني خلينا نحكي لباور الزومبي الهو مئة وأربعة وعشرين فهاي هي تجربتها كانت فأتمنىكم تكونوا يعني استفدتوا استمتعتوا في هذا المقطع لا تنسوا دعمنا في لايك لا تنسوا دعمنا في كود الايتم شوب كمان لا تنسوا دائما كل يوم في عنا بث في قناتي بتلاقوا رابط القناة في صندوق الوصف وهون بكون وصل نهاية مقطعنا ألف ألف عافية ومنشوفكم في مقاطع جديدة إن شاء الله والسلام عليكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير